كده رضا احكيلي عن التجربة دي بسرعة دي تجربة احباك جدا كنا اشتغلنا قبل كده ظهر في طريق وكررت بقى تجربة مع احمد حلمي طبعا يعني الشغل معنا جميل جدا واحمد نادر جلال طبعا ورده مخرج جميل فالشغل بمنتهى السلاسة ولكن في نفس الوقت بمنتهى الدقة احنا عرفين كواسا او هنأمل ايه بس شكل الموضوع كأنه مش قصدين حاجة وانا بحب الدماغ الراي او في الشغل دي فالغد ما جينا المشهد اللي هو الرقص عادا نقترح حاجات وفكر في حاجات وفي يوم ده والتنوب كان قبلها اقتراحات على المشهد ده فقالولي بس كتيرا يعني كان فيها حاجات اوفر شوية يعني هتزود الخيال حيبقى مش يعني فما بتش فهم هما بالضبط قصدهم ايه بعدت افكر كده اشوها يعني امزج او اوصل حل وسط ما بين الحاجات التي لكتوا بقتراحها وبين اللي هما بيقولوه ولا رايح فجأة لقيت نفسه من طف العربية وعدت اضحك جدا علشان يعني موقفت التسجيل وعدت اضحك وركنت من الضحك اتخيلت الشغل والمشهد بس خيلوش كده بالضبط بس اتخيلت ان هو الروح كده والموت دايبة كده وقلت ايه حقول لهم ده النهار فطلبت لهم تحرق نوات بقى لوحدنا شوية كده وروح تقايم وتقولوا اتخلنا وانا ماتوا بدي احكي طبعا على اول حاجة وبعدين بدأ كل واحد بقى يزود كلمة من عنده او فكرة من عنده لما جينا بقى عملناها في الطحف كنا مبسطين بيها جدا جدا طبعا وتعمل عليها شغل كتير في الاترنت